نظمت دولة الإمارات اليوم ندوة تعريفية في أبوظبي للإعلان عن تفاصيل تمرين الوكالة الدولية للطاقة الدرية كونفكست ثلاثة براكة الإمارات والاستعدادات لإقامة هذا الحدث الدولي البارز وذلك بحضور معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي مدير التمرين وبمشاركة ممثلين من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة نواة للطاقة النووية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وتهدف الندوة إلى إطلاع الجمهور على مستجدات ومجريات التمرين الذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل ويستمر على مدار ست وثلاثين ساعة لينتهي يوم الأربعاء وذلك من منطلق تعزيز الشفافية التامة التي تميز بها البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ بداية إنشاء محطات براكة للطاقة النووية عام 2012 في منطقة الضفرة بإمارة أبوظبي ويعد التمرين الدولي من أكثر التمرين تعقيداً ويتم تنفيذه كل ثلاث أو خمس سنوات بهدف تقييم قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ الدولية في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية حسب الاتفاقيات المعتمدة كما يعد فرصة لتقييم مدى ملاءمة بروتوكولات الاتصال والتعاون إضافة إلى تحديد نقاط التحسين في أنظمة الاستجابة الوطنية والدولية ترجمة نانسي قنقر comentarios